في واشنطن ماذا رشح من مواقف أمريكية بخصوص هذه التطورات لعل دعوة الرئيس بايدن فيما نقل إلى رويترزي أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار كان هو التصريح المهم اليوم هل من تصريحات أخرى من واشنطن نعم محمد في الحقيقة البيت الأبيض نقل هذا التصريح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يخرج من الكنيسة وباغته بعض الصحفيين وسأله إن كانت إسرائيل تنوي أن تغزو لبنان بريا وإن كان هذا الغزو وشيكا وبات قريبا رد بايدن قائلا جملة واحدة نحن نريد وقف إطلاق النار الآن أيضا عندما سئل على كيفية أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد على الضربات الصاروخية التي تستهدف القوات العسكرية الأمريكية والسفن الحربية في الشرق الأوسط قال بايدن نحن نرد الآن ترحيب ودعم وقلق لدى الإدارة الأمريكية بعد اغتيال حسن نصر الله الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هارس أصدر بيانين مختلفين قولان في هذا البيان هذا حسن نصر الله يعتبر إرهابي وإنه يداه ملطختان بدماء الأمريكيين وبعض من السوريين واللبنانيين وأيضا الإسرائيليين ولذلك العالم أكثر أمانا بعد مقتله وأيضا ذكرت كاملا هارس أن الدعم مستمر وبايدن أيضا الدعم مستمر إلى إسرائيل فيما سموه طبعا الدفاع عن نفسها الجدير بالذكر نفس تقريبا نفس البيان عندما ذكر لويد أوستن صباح هذا اليوم وزير الدفاع الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت مرتين اليوم للحديث على أهمية الموضوع الخاص بالضربات ومناقشة المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين وأيضا تحدث لويد أوستن بأن هناك عقيدة راسخة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقف وستقف للأبد مع حليفتها الأقوى كما سماها في الشرق الأوسط وهي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية جاءت الكثير من البيانات من التشريعين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي أثنى وشكر الإسرائيليين على اغتيال حسن نصر الله بل وأمر بايدن وهاريس وطالب منهم بعد انتقاده لهم بالكفي عن الحديث على الدبلوماسية وعن وقف إطلاق النار وطالب بعدم ترديد هذه التصريحات من الإدارة الأمريكية الآن التسريبات الإعلامية محمد من وسائل الإعلام الأمريكية الخاصة بأن هناك ربما توطرات تطفو على السطح أكثر وأكثر بين بايدن وبين ننتنياهو تقريبا نفس الذي كنا نسمعه من نفس التسريبات الإعلامية عندما كان هناك اجتياح بري على قطاع غزة نفس التسريبات تقريبا هي تعيد نفسها بأن هناك توطرات وأن الرئيس الأمريكي غاضب بعض الشيء بحسب مسؤولين أمريكيين نقلا عن بوليريكو بسبب هذه الضربات ولم تكن الإدارة الأمريكية على علم مسبق بها ولكن في الأخير الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في تقديم الدعم العسكري ونتذكر منذ أربع أيام تقريبا أن بايدن أفرج عن الأسلحة التي كانت تطالب بها إسرائيل وتقدر بحوالي 8.7 من 10 مليار دولار الآن هناك ترقب في الإدارة الأمريكية من أي تحركات من قوات موالية لحزب الله سواء كانت في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو حتى من إيران ولذلك أمر بايدن بتحريك وتموضع القوات العسكرية في الشرق الأوسر محمد أشكرك جزيل الشكر مراسل العربي عبد الرحمن البرديسي كنت معنا من واشنطن وشكر موصول لشبكة مراسلين أيضا